بسم الله الرحمن الرحيم أهلاً وسهلاً بكم أعزائي الطلاب هنبتدي مع بعض النهاردة إن شاء الله في الوحدة الأولى في مقرر الإحصاء التطبيقي اللي سبع وعرضنا محتوياته في الدرس الصادق الوحدة الأولى تتحدث عن مقدمة في الاحتمالات وقلنا إنه الهدف ليس دراسة الاحتمالات في حد ذاتها وإنما هي تمهيد لدراسة باقي موضوعات الإحصاء التطبيقي الجزء الأول في هذا الدرس سيتحدث عن بعض التعاريف الأساسية اللي ستساعدني في دراسة الاحتمالات التجربة العشوائية التجربة العشوائية أو الـ Random Experiment هي أي إجراء نعرف مسبقاً جميع النواتج الممكنة له ولكن لا نستطيع أن نتنبأ أي من هذه النتائج سنتحقق فعلاً إلا أننا نستطيع حساب احتمال ظهور أي نتيجة وذلك باستخدام حساب الاحتمالات فإذا افترضنا إنه لدي قطعة عملة معدنية لها ناتجين صورة أو هد وكتابة أو تيل فنعرف مسبقاً إنه أنا بألقي قطعة العملة المعدنية إما ستظهر عندي الصورة أو ستظهر عندي الكتابة إذا كان لدي مباراة لكرة القدم فأنا أعرف مسبقاً أن نتيجة هذه المباراة إما ستكون فوز أو هزيمة أو تعادل لأحد الفريقين وبالتالي أنا أعرف جميع النتائج إلا أني مش متأكد أي منها سوف يتحقق تعريف الثاني هو فراغ العينة أو السامبل سبيس هو عبارة عن المجموعة المكونة من النتائج الممكنة من تجربة عشوائية ويرمز له عادة بالرمز S يطلق عليه لفظ الحدث الشامل فكل نتيجة على حدة تسمى عنصر والفراغ يشمل جميع هذه العناصر كما يطلق عليه أيضاً لفظ الحالات الممكنة possible cases لأنه يمثل الحالات التي من الممكن حدوثها نتيجة لإجراء تجربة عشوائية معينة فإذا كان لدي زهرة نرد وألقينا هذه الظهرة فالنتائج الممكنة التي تمثل فراغ العينة في هذه الحالة إما ستكون زور الرقم 1 أو 2 أو 3 أو 4 أو 5 أو 6 بنضعها بين قوسين بهذا الشكل وقلنا إن إحنا بنمثلها أو نرمز لها بالرمز S مثال عند إلقاء قطعة نقود متوازنة أو متزنة مرة واحدة فما هو فراغ العينة زي ما قلنا إن النتائج الممكنة اللي بتمثل فراغ العينة لعزية التجربة هي إما ظهور الصورة اللي بنقول عليها هد أو الكتابة اللي بنسميها تيل وبنرمز للهد بالرمز H وللتيل بالرمز T زي ما حضراتكم شايفين هنا بين صورة وهو شعر المملكة العربية السعودية وهنا بين كتابة ومكتوب عليها ريال واحد وهي قيمة العملة فإن مجموعة النتائج لعزية التجربة أي فراغ العينة لعزية التجربة نستطيع كتابته في الصورة التالية S وهو رمز الفراغ العينة ثم نكتب العنصرين هد ونرمز لاب الرمز H أو تيل ونرمز لاب الرمز T المثال الثاني بنكبر شوية الموضوع وحنلقي قطعتين نقود مرة واحدة وهذه تعني إلقاء قطعة نقود واحدة مرتين وهو هو نفس المثال أو نفس التجربة ما هو فراغ العينة كلنا عارفين وقلنا إنه قطعة النقود لها إما صورة هد أو كتابة تيل فهذه العملة الأولى العملة الأولى هد وتيل العملة الأولى هد وتيل زي ما قلنا فإذا كان الناتج في العملة الأولى هد قد يكون في العملة الثانية هد أو تيل وإذا كان الناتج في العملة الأولى هد أو كتابة فقد يكون في العملة الثانية هد أو تيل لو خدنا العنصر الأول المكون من ناتج إلقاء العملتين هد هد فده يمثل عنصر الأول أو هد تيل ده يمثل عنصر الثاني أو تيل وهد وده يمثل عنصر الثالث أو تيل وتيل وده يمثل العنصر الرابع تصبح عندي أربعة عناصر مكونة لفراغ العينة إس مثال عند إلقاء ظهرة نرد متزنة مرة واحدة ما هو فراغ العينة فراغ العينة هنا إما ظهور الرقم واحد أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو ستة زي ما قلنا قبل كده إس طب لو كان عندي قطعتي نرد أو ظهرتين نرد حيكون عندي فراغ العينة للظهرة الأولى إس واحد وفراغ العينة أيضا للظهرة الثانية إس اثنين حيكون من واحد أيضا إلى ستة وفراغ العينة للأرقام التي تظهر على ظهرتين نرد إذا افترضنا أنه عندي مثال ثاني لظهرتين نرد فحيكون عندي فراغ العينة مكون من ستة في ستة أي ستة وتلاتين عنصر ترجمة نانسي قنقر